أكد وزير البترول طارق المل اهتمام الوزارة بتوطين الصناعة الوطنية للمكون المحلي في المشروعات البترولية موضحا أن تميز الشركة بيتروجيت في هذا المجال خلال السنوات الخمس الأخيرة يعد تجزيدا واقعيا ونموذجيا لهذا التوجه جاء ذلك خلال الجامعية العامة لشركة بيتروجيت لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2021 وأشار الوزير إلى نجاح شركة بيتروجيت في تحقيق حجم أعمال غير مسبوك حيث بلغت إيراداتها 34.2 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة تقدر ب6% عن عام 2020